يا رب يا رحمن يا ودود إليك نرفع أيدينا في هذا الشهر العظيم خاشعين لعظمتك اللهم نور قلوبنا بحبك ولين ألسنتنا بذكرك وأنر عقولنا بتلاوة قرآنك واجمع شمل المسلمين برحمتك من المشرق إلى المغرب آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلت وسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى ألي وصحبه أجمعين أحبت فلاه نحييكم من القناة الوطنية الأولى من خلال برنامج نفحات رمضان أردنا اليوم أن ننطلق من موضوع عالمية الرسالة المحمدية الصوم نموذجا وطبعا يحضر معنا لمناقشة هذا الموضوع الدكتور محفوظ غزال الدكتور في اللغة العربية ومختص في فهم القرآن أهلا بك أستاذ في هذا البرنامج أهلا بكم وإن شاء الله رمضان مبارك للجميع وإن شاء الله بالمغفرة بإذن الله إن شاء الله يا ربي ننطلق دكتور من قول المولى عز وجل في كتابه العزيزة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين من هنا ننطلق لكي نتحدث عن عالمية الرسالة المحمدية فما رأيك؟ العالمية هو أن تجعل الشيء منتشرا في العالم هذا معنى العالمية نعم نقول الإنسان بلغ العالمية أن ينتشر صيته أو إشعاعه كذا إلى العالم في قوله تعالى يعني وما أرسلناك إلا هذا الأسلوب أسلوب حصر يعني أنه لم تكن غاية من الإرسال إلا أن تكون لكافة الناس مفهومها هنا وهي نقطة أراها مهمة جدا في فهم الرسالة وفي أن نغير نظرتنا نعم بالفعل أن نغير نظرتنا إلى قولنا عن الإسلام إلى حديثنا عن الإسلام في قوله وما إلا يعني غاية إرسال محمد أن ينتقل العقل البشري من مرحلة إرسال رسول إلى أم معينة كما عيسى وموسى وغيره وكذا إلى أن يرسل رسول إلى كافة العالم بمعنى أن محمد صلى الله عليه وسلم كان خاتم النبيين والمرسلين لماذا؟ لأن موكب الرسالات انتهى معه موكب من الرسالات بدأ بآدم صح اعتباره نبيا على اختلاف بين العلماء وانتهينا بمحمد صلى الله عليه وسلم عندما جاء محمد صلى الله عليه وسلم اكتمل العقل البشري في حاجاته إلى فهم ما غيب عنه ولذلك أرسل إلى كافة الناس يعني ميزة محمد هو حتى في حديثه صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من بين الأشياء التي اختلف بها عن الأنبياء الآخرين من بينها نصرت بالرعب أنه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا من بينها يقول وارسلت إلى الناس كافة يعني هذه ميزته فعالمية الرسالة أولا نتمكنها وهي آخر نقطة نحب نأكد علىها سمحني عالمية الرسالة تمكننا من نزع وهم عندنا وهم نحن اللي كون نحن أفضل الأمم بالقوة نحن لا لسنا أفضل الأمم بالقوة نحن أفضل الأمم بالفعل لأن ربي سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس لكن شرطها تأمرونا بالمعروف وتنهونا عن المنكر بقية الآية إذن توهم أننا بالقوة نحن أفضل الأمة هذا يخرجك منها النظر إلى عالمية الرسالة المحمدية وأننا لسنا وحدنا نعم طيب دكتور الدرس للرسالة المحمدية أكيد يستخلص مظاهر عديدة تصبت وتؤكد عالمية هذه الرسالة نقف لو تسمح دكتور عند المظاهر من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل فاتحة كتابه يعني حتى الإنسان المعند يصبر بيش يقرأ كان الصفحة لولا جعل له العالمية في أول سطر ثم جعل هذه السورة التي هي الفاتحة تقرأ في كل التعبدات كل الصلوات المفروضة الحمد لله رب العالمين والمقصود بالعالمين ما بين الشرق والغرب وكل ما خلقه الله سبحانه وتعالى فإثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى ربوبيته للعالمين موجودة في أول الكتاب يعني كل إنسان يفتح لن يجد نفسه غريبا لن يجد أن هذا الكتاب مثلا لأمة المسلمين لا الحمد لله رب العالمين ثم زاده ترغيبا وتقريبا الرحمن الرحيم فإعلان العالمية يظهر من أول سطر في القرآن والآيات على ذلك كثيرة يعني قوله تعالى في بداية سورة النساء يا أيها الناس بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء انظر الآن واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامة في رواية والأرحامي سواء كانت والأرحامة أو الأرحامي تقولوا إلى معنى وهذا اللي حاجت به من نجموش ندخل في تفاصيل لغوية ولكن الإثبات هو التالي واتقوا الله الذي تساءلون به يا أيها الناس مش يا أيها المسلمون يا أيها الناس كل الناس في العالم يتساءلون بالله العظيم يعني الإنسان وقتل يكون في ضيق دائما نشاهدوها حتى في بعض الحالات في اللغات الأخرى الأجنبية يعني دائما يعني هذا الفزع إلى الله سبحانه وتعالى يثبت أنك أنت وهذا الذي يتكلم لغة أخرى مختلفة عنك مربوبون في النهاية إلى الله سبحانه وتعالى ففي قوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامة أي أرحام التي تعود إلى رحمي حواء وإلى أبينا آدم يعني نحن في العالم صلة أرحام لكن قطعناها بالحروب والتقاتل والفهم المغلوط للدين وبالله بالمناسبة أنا سمعني ربما الجزء هذا خذاء ولكنه مهم الدين لا يمكن أن يؤخذ بثنائية الخطأ والصواب بمعنى؟ بمعنى الدين يؤخذ بالمقبولية والحب ولا يؤخذ بالخطأ والصواب نحن اليوم نتكلم الفرقة هذه غالطة وهذه صحيح الأمة هذه غالطة وهذه صحيح المسيح غلطين وأحنا صحيح يعني هذه الثنائية هي التي قادت البشرية إلى كثير من الدماء وكثير من الحروب الفهم الجديد أن يقوم على العالمية نعم وفي إطار العالمية ثمت دعوة في هذه الرسالة المحمدية إلى التآلف والتحابب بين الشعوب العفوة التي ذكرت فيها دعوة إلى التعارف التحابب والتآلف بين الشعوب هنا تكمن العالمية هذه العالمية ما هو في قوله شعوبا وقبائل لتعارفه يعني في قوله في الآية شعوبا وقبائل الله خلقنا شعوبا وقبائل لتعارفه يعني الغاية هي التعارف ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة لكن هو يقول ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم يعني الله يقر الإختلاف لأن الشيء المختلف دائما جميل التعددية جميلة لأنها تثري اللون الواحد يذهب جمال رؤية العين اللون الواحد يتعب الصورة تحتاج إلى ألوان عديدة الصورة تحتاج إلى ولذلك حتى الفلاسفة والعلماء يقولون أن الجمال لأننا نحكي على الدين نحكي على جمال سيلا بوتي الجمال منزوع من متعدد ما معناه منزوع من متعدد فيه كثير من العناصر ولا يمكن أن تأخذه مفردا فقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته اختلاف ألسنتكم وهي آية من آيات الله ونجعلها اختلاف الألسنة والألوان سبب لكي نجعل أمة أفضل من أمة هذا لا يليق حتى مع الله يعني في نهاية الأمر هذه الرسالة هي ليست مرتبطة بزمان ولا بمكان هي عالمية بأتمعنا الكلمة طيب دكتور نحن ما دمنا في شهر رمضان كيف ننزل الصوم في هذا الإطار يعني أصوم نموذجا لهذه الرسالة العالمية عندما نتتبع موكب الرسالات نحن نتتبع مسيرة البشرية موكب الرسالات هو مسيرة البشرية منذ آدم وصولا إلى حادثة الطوفان وانتهاء الجزء الأول البشرية البعث الثاني يعني أو الخلق الثاني ما بعد نوح عليه السلام كلها هي موكب الرسالات هي مسيرة البشرية ولم نجد في زمان معين إنكارا يعني أن الناس ما تعرفش الصوم الصوم ولو أن الصوم دي من أكدوا على أن الصوم مصطلح قرآني والصيام موجود من قبل عليش ربي سبحانه وتعالى شو في إطار العالمية يا أيها الذين عاما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم نحن نجز مباشرة في القراءة وهنا نجي دور التدبر كتب عليكم الصيام بعدين نمشي الأيام المعدودات لا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إذن أنتم لم تخالفوا الأمم الأخرى في أن الصيام مفروض عليكم اختلفت الطريقة ما كانش شهر كامل الطريقة هي التي اختلفت اختلفت في بعض الجوازات لكنكم في الظاهرة متشابهون يعني أننا نحن أمة الإسلام نشابه الأمم التي سبقتنا كلها من سليمان من داود من يوسف عليه السلام إبراهيم الخليل موسى أيسى كلها موكب الرسالات كله يقر مسألة الإيمان والتعبد بالصيام يعني حتى في قول زكريا نظرت للرحمن الله صوما فلن أكلم اليوم أنسية أو حديثنا معا كل من اتخذ الصوم تقربا إلى الله هي عادة عند الشعوب ولكن أصلها عبادة يعني أصل تأصيلها عبادة المسلمون في قوله تعالى كتب عليكم مصيامه كما كتب على الذين من قبلكم ثم ثلاثة فضائر يقول الشيخ طار بن عشور في التحرير والتنوير المزيئة الأولى أنك تستكمل مسيرة البشرية نعم أنت كالبشرية التي سبقتك أيضا ثم تطمئنان ليس حاجة جديدة عليك أنت باشتعبك وفي قوله كما كتب على الذين من قبلك طمئنة لك أن الذين من قبلك صاموا وقد استطاعوا ذلك فأنت أيضا تستطيع نعم والناحية الثالثة وهي الأخيرة في قوله كما كتب على الذين من قبلكم يعني أنتم أيضا ستطبقون ما قاله الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أعطك الحظوظ نفسها لتقرب إلى الله طيب دكتور المولى عز وجل أراد أن تقوم هذه الرسالة عالمية وكلف بها الرسول صلى الله عليه وسلم واختار أو استوجب ذلك أن يكون هذا الرسول أسوة حسنة برأيك هل ثمت علاقة بين عالمية الرسالة والأسوة الحسنة من جهة أخرى للتكامل هو عين التكامل ليس فقط هناك تشابهة هناك لا هو عين التكامل بالضبط والفكرة طريفة يعطيك صحة أن تكون أسوة يجب أن تكون النفيسة في ذلك الجنس نحن عندما نقول القرآن الكريم أو الكتاب الكريم ما معناه الكريم ليس من الكرم العطاء فقط لا لأنه النفيس في جنسه يعني في المرتبة الأولى في المرتبة الأولى في جنسه ما نقوله هذا من الخيول الكريمة ما معناها؟ يعني الخيول التي ترجع إلى أصل كريم جدا هذا في الاعتبار اللغوي فقولنا القرآن الكريم كذلك وقولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة بإقرار القرآن لقد كان لكم فهذا الإقرار يجعل محمدا صلى الله عليه وسلم هو لو استعرنا بعض المناهج الحديثة وما أحوجنا إليها اليوم لكي نعيد فهم القرآن بما يتناسب مع وقائنا معناه محمد صلى الله عليه وسلم يمثل الطراز الطراز يعني أعلى درجة تمثيلية للفكرة إذا فكرت في معنى النبوة وفكرت في معنى الإنسان الذي يؤمن بالعالمية فهو محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك لا نستغرب أن يكتب غير المسلمين عن أبقرية محمد أن يكتبوا عن ذكاء محمد يعني أنا بالليب المناسبة ثم معلومة طريفة فيكتوري جو الكاتب المشهور له قصيدة من أجمل ما كتب في محمد صلى الله عليه وسلم يعني قصيدة فيكتوري جو في مدح الرسول لا نسميه مدحا ويتحدث عن شخصية لأن المدح ربما مؤسسة عربية إسلامية لكن له قصيدة فيكتوري جو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن أن للسادة المشاهدين يعني من أراد الاطلاع هي قصيدة من أمتع ما كتب يكتب مثلا فيكتوري جو لبروفيت وسيجد يعني الرسول سيجد جميلا من الكلام من أدر فيكتوري جو وهو ليس مسلما هذه العظمة هو الجانب المتعلق بمسيرة محمد كمسيرة الأنبياء وهو تمام موقع بالرسالات نعم ولعلنا نحن أستاذ خير ما نختم به إطلالة على السيرة النبوية إطلالة على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لو تذكرنا بهذه السيرة وكيفية تفعيلها وتكريسها في شهر رمضان هو في شهر رمضان عادت النميل دائما إلى التقاط المحطات التي كانت في رمضان في بداية تكوين الرسالة أو تكونها غزوة بدر يعني هذه المحطات المعروفة وننتقي بعضها لنعيد السيرة لكن إشكاليتنا حسب رأيي أننا نعيد السيرة كالمحفوظات يعني لم نجددها يعني أن نعيد سرد أحداث ولكن السيرة ولكن السيرة ثمت جانب الأخلاق ثمت الجانب الأخلاقي لكن ما قصدته أن لا نعيد السيرة مثلا غزوة بدر مثال لنأخذ غزوة بدر لا أرى أنه لزام أن نعود إلى غزوة بدر في بعدها بين ظفرين الأنتروبولوجي في علاقتها بذلك الزمان أما أن تقول لي مثلا تؤيدها بمعنى في غزوة بدر كان كذا ووقفوا عند الماء الأول فقالها أهي نبوة أو كذا يعني أصبحت كالمحفوظات تماما تتوارث جيلا عن جيل أنا شخصيا وهذا رأيي شخصي أنا ضد هذا المنهج لماذا؟ لأنه يعلمنا دينا ملقنا ولا يعلمنا دينا تحليليا خذ لك مثلا في رمضان كيف يمكن أن نتعامل معه بسيطة جدا نزول القرآن في رمضان ربطه بالجانب الإلهي عند الله سبحانه لماذا اختار هذا التوقيت يمكن أن نبحث فيه عندما نخاف الأسئلة لا لا تخف شيئا في الدين أباح لك كل الأسئلة لما كان هكذا ثانيا لما كانت كثير من الأحداث في رمضان هل هو ابتلاء ليمحص الله الذين آمنوا يعني من الآخرين أو هو تزامن مقصود ونمكن أن نجد له تأويلا هنا الشيخ طار بن عشور مثلا أبو حيان الأندلوسي صاحب كتاب البحر المحيط عندهم فاة تخريجات جميلة جدا كذلك في رمضان عندما ندرس السيرة المحمدية أنت لا تدرسها من باب التركيم التاريخي تراكم في المعلومات من باب حتى بعض المسابقات التي تقعها وقتش وقعت غزوة بدر الطابع التعجيزي هذا ما يخليش الدين عند الطابع يعني يجب أن ينساب الدين سيابا إلى قلب الإنسان ومنه يشعه إلى العالم في إطار عالمية الرسالة المحمدية نعم جزك الله خيرا دكتور لما تفضلت به على كل حال سادتي الكرام جزاكم الله خيرا لمرافقتكم لنا الرسالة المحمدية إذن هي رسالة عالمية نحمد الله كثيرا على ما أنعم به علينا في هذا أشار ونتحمل المسؤولية أكثر باعتبار أنها رسالة عالمية نفعل إذن هذه الرسالة من خلال اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وندو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في مرضاته أسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومخفرته ورضوانه يا رب يا رحمان يا ودود إليك نرفع أيدينا في هذا الشهر العظيم خاشعين لعظمتك اللهم نور قلوبنا بحبك ولين ألسنتنا بذكرك وأنر عقولنا بتلاوة قرآنك واجمع شمل المسلمين برحمتك من المشفق إلى المغرب آمين يا رب العالمين